موسيقى السلام عليكم و اهلا بكم في حديث العاشرة وجد الحوثيون في حرب غزة طريقة لتلميع صورتهم التي تراجعت في مناطق سيطراتهم حيث كان المواطنون ينتظرون من الهدنة الشيء الكثير لكن شيئا لم يحصل فاتت صورة اختطاف السفن التي تستفيد منها القوى الدولية وقوى الهيمنة والاستعمار حيث ترسل المزيد من سفنها واساطيرها البحرية في المياه الاقليمية يتحدث خبراء عسكريون عن وجود تشجيع دولي للحوثيين للقيام بمثل هذه العمليات في البحر الاحمر والمياه الاقليمية في اطار اهداف وابعاد دولية للاستخدام قوات الجبية تحت ذريعة حماية الممرات الدولية عن تهديد الميليشيا الحوثية للملاحة البحرية والتجارة الدولية وتهديد الامن القومي لليمن والمنطقة نناقش في هذه الحلقة تهديد الميليشيا للملاحة الدولية ومخاطب ذلك على الامن القوم اليمني وعن تعاون الميليشيا الحوثية مع قراصنا في القرن الافريقي ايضا هذه عوامل الشواغل الامنية التي تقوم بها الميليشيا الحوثية ماذا يهدفون من ورائها وناقش هذه التساؤلات وغيرها مع ضيفي في الستيديو المقدم رشاد المخلافي رئيس شعبة الصحافة العسكرية بدائرة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني مرحبا بك معنا في حديث العاشرة اهلا وسهلا اذا نسمحني قبل ان نبدأ النقاش نشاهد هذا التقرير قتله وقطاع طرق في البر وقراصنة في البحار هكذا عرف العالم الحوثيين حيث حقيقتهم مشتقة من حقيقة الملال الخمينيين تهديد الحوثيين لممرات التجارة الدولية خطر حذر منه كثيرون قبل سنوات لكن الاخطر تمثل مؤخرا في استغلال الحوثيين العاطفة الاسلامية المتضامنة مع غزة وجعلها مدخلا لتنفيذ عمليات قرصنة تضر اليمنيين ولا تنفع غزة حيث المستفيد الاول من الاستعراض الحوثي المدروس الصهاينة الذين اوكلوا لاذرع ايران القيان بدور البسوس اشعالا لفتن تحرق الاوطان العربية وشعارات مكذوبة ومسرحيات استعراضية ومعركة مع الابراج او قرصنة تهدد الملاحة العالمية وجميعها تصب نتائجها في المجمل في خانة تحقيق الاهداف الصهيونية فالصهاينة الذين علمتهم غزة كيف تكون البطولة وكيف يواجه الرجال يجدون متنفسا في تسليط الضوء بعيدا عن غزة بطبيعة الحال خصوصا حين تسلط الاضواء على عمليات قرصنة باعتبارها موجهة لصهاينة فيما الحقيقة الواضحة ان الصهاينة لا يخسرون منها بل يكسبون فاضافة لكونها موجهة نحو اهداف ليست اسرائيلية فانها تأتي في وقت اكتشفت فيه شعوب الغرب كذبة الصهيونية وفقدت تعاطفها معها فجاءت عمال القرصنة المدروسة لتعيد تعريف الصهيوني باعتباره المظلوم في محيط يعتدي عليه وذلك تعريف لم يكن المسلمون ليلقوا له بالا لو كانت ضربات الاذرع الايرانية موجهة بالفعل نحو الصهيونية لكن حين تكون مجرد عن تريات تحقق هدف الصهاينة وتشعل النار بعيدا عن الارض المحتلة فيحترق بالنار يمنيون يموتون جوعا وتختانق بالاجراءات منطقة يلتقي على خنقها الصهاينة والخمينيون يكون حينها الجرم الحوثي نقيضا وناقضا للفعل البطولي الغزاوي الفلسطيني شكرا للزملاء الذين أعدوا هذا التقرير مقدم رشاد شواغ الأمنية يقوم بها الحوثيون قبل فترة استدفوا سفينة في المحيط الهندي كان ذلك داعيا لمجيء قوات بريطانية اليوم يستهدفون في شواغ الأمنية في جنوب البحر الأحمر نتحدث عن سفينة النفط ونتحدث أيضا عن السفينة التي اختطفوها في السابع أو في التاسع عشر من هذا الشهر الجاري نتحدث عن أبرز التهديدات للملاحة الدولية والتجارة الدولية التي يقوم بها الحوثيون طبعا اليوم عندما نتحدث عن البحر الأحمر أصبح منطقة اشتباك لما يحمله من أهمية وموقع اليمن الجيو سياسي اليوم أصبح محل طاعتماع دولية كبيرة لا يمكن أن تفصل ما تمارسه ميليشيات الحوثي عن الأطماع الدولية نحن نعرف أن ميليشيات الحوثي هي أدوات وظيفية أيضا هي جزء من مشروع إيراني طامح للسيطرة على المنطقة يطمح له أطماع استعمارية اليوم يتوجه المنطقة العربية بشكل كبير وقد حدث قبل ذلك وسمعنا الكثير من التصريحات السياسيين وعسكريين أسقطنا العاصمة الرابعة التي صنعها طبعا بعد بغداد ودمشق وقبل بيروت اليوم تبجحون وأيضا هناك تصريح آخر لقيادي كبير في طهران يقول أصبحنا اليوم أسياد البحر الأحمر إذن نحن نشهد اليوم البحر الأحمر يشهد محاولة لعسكرته والموانئ والجزر اليمنية في محاولة لعسكرة هذه الجزر والموانئ بشكل خطير جدا وهذا يهدد يشكل تهديد جدي ومجدي للسيادة اليمنية عندما نتحدث طبعا كانت عملية وأيضا يعني عملية القرصنة والاستيلاء على السفينة جالكسي وهي أيضا مملوكة صحيح لتاجر إسرائيلي لكنها تعمل ضمن شركة يابانية واضح يعني ليست مملوكة لدول أو أشخاص أو مؤسسات حكومية ممكن يعني إسرائيلية وغيرها ممكن أن نتحدث في هذا وإنما لشركات خاصة يعني واضح أن هناك مسرحية متقنة بقد يعني اليوم هناك أكثر من بعد لهذه العملية أولا عملية تلميع الميليشية وهذه تدخل فيها أيضا أطراف دولية على رأس الولايات المتحدة كأنها شديدة اللهية بأن ميليشية الحوثية من قامت سواء كان في إطلاق الفرقعات التي تسمى الصواريخ لا تشكل أي تهديد جدي على إسرائيل لا من قريب ولا من بعيد وإنما تقدم إسرائيل وتقدم مشاريع أغربية وتكون تدعيات وتقود سيادة البلد اليوم الأمن القومي اليمني على المحاكة الأمن القومي العربي في الجزيرة والخليجة العربية في الملكة العربية السعودية بشكل واضح وأصبحنا أمام أداة مغروسة خنجر في خسرة الجزيرة العربية إذا كان نحن نعاني اليوم من كيانين في البنطقة دول غير طبيعية سواء الكيان الصهيوني الذي زرع في قلب الأمة العربية من أجل تفكيك المنطقة العربية من أجل زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية من أجل الوقوف حائط صلب أمام أي تقدم لمشاريع وحدوية لمشاريع تنموية لناطلة عربية كانت إسرائيل هذا دورها اليوم إيران نفس الدور وأخطر عندما نقارن نحن أمام عدوين لدودين للشعوب العربية للأنظمة العربية للأمة العربية بشكل كبير وأصبح من خلال أحداث المتسلسلة السابقة ومن خلال العقود الماضية نشاهدنا الكثير من الأحداث والفعاليات شن حروب شعوع على الدول العربية وقضت على الملايين أيضا نعم اسمحني بالعودة لحديث عن السفينة الأخيرة الأمريكان اتهموا قراصنة في القرن الأفريقي يعني مصادر ومعلومات وخبراء عسكريون يتحدثون عن التخادم بين القراصنة في منطقة القرن الأفريقي وبين الميليشيا الحوثية التي قد تكون الدعمة لمن قاموا بعملية القراصنة أيضا خبراء عسكريون آخرون يطرحون بأن زوارق إيرانية هي من حملت عناصر من الميليشيا الحوثية أو سفينة إيرانية حملت زوارق على متنها عناصر الحوثية ومن ثم أتت بهم لأخذ هذه السفينة كيف تعلق على هذه التحليلين؟ أولا إيران موجودة في القرن الأفريقي منذ نهاية التسعينات وهي لديها مشروع والغرض أسكريا أسكريا والغرض من ذلك هو التطويق المنطقة العربية التطويق الجزيرة العربية إيران لديها مشروع وأطماع استعمارية قوية وصارخة أصبحت واضحة اليوم للعلان يعني هي تهدف إلى السيطرة على المقدسات بدرجة أساسية بحيث أنها تصدر نفسها بأنها قائدة الأمة الإسلامية وهذا خطير جدا لأن هناك هدم للعقيدة هدم للدين الإسلامي من الداخل وإيران تمارس هذا الدور بدعم غربي لا محدود دعم أمريكي غربي لا محدود إيران دخلت إلى أرتيريا وطدت علاقتها مع أرتيريا بشكل كبير واليوم هناك مصالح وهناك قاعدة عسكرية إيرانية في أرتيريا وكان الحوثيين منذ 2009 متواجدون في أرتيريا إذن البحر الأحمار وباب المندب كان هدف إيراني كبير هناك البعض يقول إيران تريد باب المندب أكثر مما تصنع بالتأكيد إيران تريد باب المندب وتريد المناطق الحدودية على المملكة العربية السعودية التي هي صعدة والتي هي حجة والتي هي القوف إيران لديها مشروع استعماري مشروع توسعي واضح لم يعد خفي على أحد اليوم أصبح المواطن اليمني والمواطن العربي البسيط يدرك سأعود إلى المشروع إلى الموضوع الذي تركته طبعا القرصرة هي كانت قرصنا صوماليين وانت تعرف هدأت عملية القرصرة لكنها بدأت من خلال السنوات القليلة الماضية منذ تقريبا 2021 بدأت تنشط تدريقيا حتى وصلت اليوم عندما تعدت عن محاولة القرصرة في خليق عدن على السفينة سنتر بارك طبعا واضح أن إيران لمسات إيران في هذا المشروع لأن تقنيات إيران زوارق إيرانية القرصنة من القرن الأفريقي وإيران موجودة في القرن الأفريقي وموجودة حتى في أفريقيا إيران كانت دخلت أفريقيا على أساس بتبادل تجاري ودبلوماسي بشكل كبير اليوم هناك صراع على المستوى الإقليمي نعم وعلى المستوى الدولي نأتي إلى ذلك لكن سبح لي نشرك معنا في النقاش عشق بن سعدان الكاتب والمحلل السياسي السعودي مرحبا بك معنا في حديث العاشرة كيف تستخدم إيران ذراعها في الميليشيا الحوثي لتهديد الملاحة البحرية والتجارة الدولية تحية طيبة لكم ولي قناتكم الكريمة بالنسبة لسؤالك عن التهديدات في البحر الأحمر من قبل الميليشيا الحوثية فنحن عهدنا أن إيران ووكلاءها في المنطقة يعني هم التهديد الأكبر والأخطر على الممرات المائية في البحر الأحمر أو في الخليج العربي التي تعتبر من أهم الممرات للعالم من الناحية الاقتصادية وخصوصا أنها تصدر ثلث نفط العالم هذه المنطقة تشكل أهم مورد للنفط في العالم وهذه الاستفزازات المستمرة وبشكل مستمر بهذه الطريقة أنا أعتقد لها مآلاتها ولها أمور أخرى أولا لتغاضي وتماهي المجتمع الدولي يعني متمثلا بالولايات المتحدة الأمريكية تجاه هذه الميليشيا التي تعبث في الأرض والإنسان في اليمن ثانيا يعني أعتقد أن الميليشيا الحوثية تريد أن تلمع صورة النظام الإيراني من خلال أذرعه وتلمع صورته وهي استهداف مباشر لعقول العوام والبسطاء في العالم العربي يعني لتشجيعهم أو تجيش الرأي العام لتمكينهم من صنعة وهذا إن شاء الله أمر مستبعد بإذن الله سبحانه وتعالى ولكن التماهي والتغاضي من المجتمع الدولي تجاه ما تفعلها الميليشيات بهذه الطريقة أنا أعتقد أنها علامة استفهام كبيرة خصوصا أن الذي يقوم بحماية الممرات المائية هي قوات الواجب قوات المهمات والواجب الخاصة اللي هي CTF 151-52-53 بقيادة الأسطول الخامس الأمريكي ولكن هذا التغاضي وهذا التماهي مع الميليشيا الحوثية أنا أعتقد أنه ما شجع هذه الميليشيا إلى العبث في الممرات المائية أعتقد أن هذا الأمر سيسبب أزمة كبيرة في العالم خصوصا أن الممرات المائية التي تصدر نفط العالم ستكون غير آمنة أعتقد أن هذه علامة استفهام ويجب أن تنظر بالمنظور الصحيح والمنظور الحقيقي لكي لا تتحقق قناعة بعض الكثيرين مثلا في أن أمريكا تحاول تمكين الحوثي من اليمن بتماهيها وتغاضيها عن هذه الأعمال والاستفزازات المتكررة نعم نتحدث أيضا عن مخاطر ذلك على اقتصاد أو على الأمن في المنطقة وعلى اقتصاد المنطقة بل واقتصاد العالم أيضا ما تفعله يعني إيران من خلال خليتها في اليمن وهي الميليشيا الحوثية هي زعزعة للاستقرار في اليمن وهي زعزعة للملاحة البحرية في اليمن وأعتقد أن هذا الأمر أكبر مسبب لهذا الأمر هو استمرار الميليشيات الحوثية في استخدام ميناء الحديدة كقاعدة انطلاق للعمليات الإرهابية أنا أعتقد أن هذا تطور خطير ومؤثر كثير على الملاحة الدولية وعلى تدفق المساعدات الإنسانية للميناء والمواطنين اليمنيين وأيضا خطر كبير وداهم على الممرات المائية التي تشكل الشريان الحيوي للعالم بأسرة وهي خطر كبير على دول المنطقة وعلى اقتصاد المنطقة وعلى استقرار المنطقة بشكل عام فأتمنى من المجتمع الدولي أن ينظر بهذه النظرة الجادة وأن ميناء الحديدة إذا بقي في قضرة هذه الميليشيات الإرهابية أنا أعتقد أن الخطر لن يتوقف وأنا أعتقد أن العمليات الإرهابية لن تتوقف وأن القرصنة لن تتوقف فميناء الحديدة أصبح الآن منطلقا لهذه العمليات الإرهابية نعم كيف يمكن التعليق على ما يعتبره خبراء عسكريين وجود تشجيع دولي للحوثيين للقيام بمثل هكذا عمليات عسكرية في البحر الأحمر والمياء الإقليمية لاستقبام قوات أجنبية نعم عندما رأينا حاملة الطائرات يعني مثل حاملة الطائرات زينهاور وحاملات الطائرات الأخرى الكبيرة وهذه البارجات التي تحركت يعني ينتابنا نوع من القلق في منطقتنا وهذا من حق المواطن السعودي والمواطن اليمني والمواطن الخليجي والعربي أن يقلق يعني لدينا هذه الممرات المائية وعندما نرى أن هذه الميليشيا الحوثية تقوم بأعمال إجرامية وأعمال صبيانية وقرصنا للملاحة الدولية أمام مرأة ومسمع من العالم في تماهي وتغاضي واضح من المجتمع الدولي والغربي متمثلا بالولايات المتحدة الأمريكية هذا يجعلنا نضع علامة استفهام أن هناك سكوت وأن هناك رضا نوعا ما حتى وإن قالوا عكس ما يبطنون ولكن الذي يفعل الحوثي عكس ما يقال في الإعلام الحوثي يسطع على السفن الشحن ويدعي أنها إسرائيلية ويقوم بتهديد الملاحة الدولية بهذا الأمر الفاضح أمام العالم أعتقد أن هذا الأمر يجب أن نضع علامة استفهام ويجب على المجتمع الدولي أن يقدر علامات استفهام التي تأتي ضده لأن عندما تقوم هذه الميليشيا بهذا الاستفزاز المتكرر والفاضح والواضح أمام مرأة ومسمع من العالم أعتقد أن هذا الأمر يجب أن نقف عنده وأن ندقق في هذا الأمر وأن نضع الكثير من علامات الاستفهام هل هناك تشجيع دولي للحوثيين بهذه العمليات الإجرامية وهذا الاستفزاز نحن نعلم ونعي وجميع المدركين والناظجين يعون أن الحوثي يعني هو مدلل من قبل بريطانيا ومن قبل أمريكا ولو لم تكن بريطانيا وأمريكا لن يتمكن من الاستيلاء على العاصمة التاريخية صنعة على أي حال من الأحوات ولكن نحن نتكلم الآن بالذي يجري في الوقت الحالي من قرصنا للسفن وتهديد للملاحة الدولية التي تصدر ثلث نفط العالم والتي عليها شريان اقتصاد الحياة يعني في أغلب دول العالم يمر عبر هذه الممرات فأعتقد أن من يقول أن المجتمع الدولي يشجع الحوثيين يجب أن لا نلومه وأن نعتقد أنه محق لماذا؟ لأنه لو كان أحد آخر عمل هذا الأمور غير الحوثي وجدنا الدنيا قامت ولم تقعد كما ذعل القراصنة الصوماليون ونحن لا ندعم هذا الكلام ولا نؤيده ولكن الصوماليين كانوا يسطون على الملاحة يعني بغرض السرقة وليست أمور سياسية أما الحوثي فهو يسرق بغرض سياسي وغرض اقتصادي ومع ذلك نرى تماهي من المجتمع الدولي الولايات المتحدة هي قائدة الأسطول الخامس الذي يقوم وعليه مسؤولية حماية الممرات المائية وبحر العرب وغيرها بمشاركة الحلفاء في المنطقة ولكن الذي نراه حاليا نرى تماهي نرى تغاضي لا نرى حتى يعني أي تصعيد حتى إعلاميا تجاه الحوثي لا نرى هذا الأمر حتى وإن قالت أمريكا أو كلمة هنا أو هناك في مؤتمر نحن نعتقد أن أمريكا عندما تتكلم عن الحوثي وكأنها تلمع أذرع إيران في المنطقة وكأنها تضخم من شأنهم وفي النهاية لا نجد أي تصرفات على أرض الواقع بل بالعكس هي من رفع الحوثي من قائمة الإرهاب وهذا دليل واضح للعيان أن المجتمع الدولي متمثلا بالولايات المتحدة غير جاد وغير صادق في الأزمة اليمنية وغير جاد وغير صادق في التعامل مع الميليشيا الإرهابية الحوثية نعم أشكرك جزيلا الشكر عشق بن سعيدان المحلل والسياسي والكاتب السياسي السعودي أعود إلى ضيفنا في السوديو رشاد المخلافي الأنشطة التخريبية لإيران وأذرعها تحديدا في البحر الأحمر وفي منطقة جنوب البحر الأحمر نتحدث عن تخادم وتواطئ غربي إيران يتم تحت الطاولة لاستدعاء قوات أجنبية بعيدة أن تقوم إيران وأذرعها بهذه العمليات التخريبية التي تسدف اليمن والمنطقة أمن الخليج أيضا واضح هذا جدا حتى تتخدم إسرائيلي ما تنساش أنه من خلال أنشطة إيران المزعزعة وأطمعها وصرحت بذلك على العلن يعني على المستوى أعلى المستوى الدبلوماسي والسياسي والأسكري في طهران بأن أسقطنا العاصمة الرابعة ماذا يعني ذلك؟ نحن هذه جزء من سلسلات عواصم ستسقط فيما بعد إيران هذا المشروع وهذا المشروع بمباركة غربية وأمريكية ما تنساش أن أمريكا في عام 2003 استخدمت كل قواها التدميرية استخدمت كل أذرعها الإعلامية استخدمت كل أساليب الكذب من تقارير مزورة بأن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل وهات يعني آلاف التقارير وهم يدركون أن تلك لتسويق سقط العراق واحتلال العراق احتلت العراق وبالنها سلمته على طبق سلمته على طبق من ذهب لإيران هناك تخدم كبير واضح أيضا بعد سقوط العراق كانت المخابرة العراق الإيرانية والمخابرة الإسرائيلية الموساد يشتغلون في المدن العراقية لتصفية العلماء العراقيين يجب أن تعودوا للتاريخ لتدركوا حقيقة الصراع ما يدعيه ما يسمى المحور المقاومة هذه كذبة كبرى اليوم محور المقاومة وموجه ما يسمى زورا وبهتانا من محور المقاومة هو وجهته وسلاحه وأهدافه عكس إسرائيل تماما اسمح لي ما فشلت إسرائيل في تحقيقي يتم الإعاز إلى هذا المشروع ما فشلت إسرائيل وما فشل الاستعمار لقرون أنا أتحدث عندما مكثت بريطانيا ونحن نتكلم في هذا الشهر العظيم في هذا الشهر المبارك في نوفمبر يعني في الثلاثين من نوفمبر والذي كان رحيل آخر جندي استعماري من العاصمة عدن التي كانت مستعمرة وأطلقوا عليها درة التاج البريطاني كانت بفضل المقاومة الشعبية وبفضل المقاومة الأسطورية المسلحة النضال والكفاح المسلحة الذي أسقط الاستعمار وهذا كان نتاج وحدة من مناظلي ثوار 26 ستمبر و 14 أكتوبر وحدية الثورة لذلك عندما نتحدث عن إيران إيران خدمة الإسرائيل بشكل كبير خدمة الغرب بشكل كبير ما لم يستطع الاستعمار بقرون في المغرب العربي أو في المشرق العربي في دول المغرب العربي أو في دول المشرق العربي اليوم إيران تنفذه بشكل خطير وهو تفكيكاً كتلة الصلبة أو تفكيك المجتمعات العربية إلى طائفة شعية وطائفة سنية هذا أخطر مشروع اليوم يمرر لأن الغرب أيضاً الغرب اليوم يستثمرون في الأقلية الشعية لضرب المشروع الحضاري الإسلامي السني يجب أن تعلموا ذلك وإيران رأس هربة في هذا المشروع إيران دعمات إيران سوند هنا نطرح التساؤل من هذه الشواغ الأمنية والأنشطة التخريبية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي كيف تستفيد منها إسرائيل هذه العمليات التي لم يكن لها أي تأثيرات عسكرية بالمناسبة على إسرائيل بل المتضرر هو الأمن القومي اليمني وأمن المنطقة والخليج تحديداً كيف تستفيد وتوظف إسرائيل ما يقوم به الحوثيون في الإضرار بالأمن القومي العربي الأمن القومي اليمني أمن الخليج والمنطقة سأقول لك أولاً سأعود إلى نقطة في غاية الأهمية كانت إسرائيل معزولة وعاشت حياة عزلة لأن هذا الكيان هو مصطنع وكيان غير طبيعي في المنطقة زرع هو عبارة عن قاعدة استعمارية للولايات الغربية الولايات المتحدة الأمريكية والغرب وذلك تشوف عندما واجهت إسرائيل معركة خطيرة بمعركة طوفان الأقصى المبارك كيف تدعى الغرب لأنها معركة فعلاً كانت أهزت إسرائيل فككت إسرائيل كانت على وشك أن تطيح بهذا الكيان الغاصب المستعمر وأسقطت أسطورته العسكرية والأمنية والاستخباراتية لذلك جاءت كل الأساطيل الغربية فتحة مخازن الاستراتيجية المخازن الاستراتيجي التي لا يمكن أن تنال منها أمريكا أو أن تستنفذ منها أمريكا من ضخائرها وأدوتها إلا في حالة الضرورة في حرب أمريكا الاستراتيجية مع دول العظمة ومع ذلك أعطتها لإسرائيل لذلك أنا أريد أن أقول لك ما حصل هو الآن بأن إسرائيل تواجه تسوق نفسها بعد أن سقطت الرواية الإسرائيلية بشكل كبير يعني اليوم سقطت إعلاميا سقطت سياسيا سقطت إخلاقيا سقط حتى مشروعها التي كانت تدعي بأنها مشروع حضاري ديمقراطي في منطقة يعني يغلب عليها طابع الاستبداد ظهر هذا أكس تماما وظهرت القيم العربية والقيم الإسلامية بأنها قيم نبيلة في كثير من الأحداث في خلال معركة التسعة والأربعين اليوم سقطت كثير من المسلمات التي كانت حدث التي كانت أنا أتكلم عن الشعوب الغربية ولا أتكلم عن دوائر القرار أو دوائر صنع القرار الغربية في تدريك حقيقة هذا إنها ليست إلا قاعدة غربية لذلك إيران وأذرعها اليوم يحاولون تلبيع إسرائيل بأن إسرائيل لا تواجه حماس فقط إسرائيل تواجه ما الذي أحدثه اختطاف سفينة مدنية ما الذي أحدثه في سياق المعركة العسكرية التي تحدث في غزة ما الذي حدث المعركة الحقيقية كانت في جنوب لبنان التي دفعت كيلومترات لذلك حتى الاشتباك حتى الاشتباك سياسي ضمن الاتفاق ضمن السياقات المتفق عليه مسبقا دعونا حتى لا نسقط ونحن أكثر من أربعين سنة نستثمر في القضية الفلسطينية والقدس اسمح لي لازم أكمل هذه نقطة ونحن نستثمر في القضية الفلسطينية والقدس والقدس كان عن طريق بغداد ثم الموصل ثم بقية المدون العراقية جاءت بيروت أيضا جاءت أيضا سوريا الزبداني حمص حلب غوطة الشرقية هذه الطريق للقدس وهذا على لسان يعني يعني ما يصبح حسن نصر الله هذا المقرم يتصفح الذي تلطقت يديه بدماء آلاف الأطفال السوريين وآلاف النساء السوريات ولن نغفر لجرائم هذا المحور على الإطلاق نعم وسأسردها في سياق هذه الحلقة سأعود إليك باك نذهب مشاهدين الكرام إلى هذا الفاصل ومن ثم نعود لنكمل نقاشنا في هذه الحلقة عن الممارسات الحوثية التي تقف خلفها إيران في البحر الأحمر وتحديدا في جنوب البحر الأحمر ويعني تداعيات ذلك على الأمن القومي اليمني وأمن الخليج والمنطقة والتجارة الدولية في البحر الأحمر فاصل ونعود أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد ما زلنا معكم في هذه الحلقة التي نناقش فيها الشواغل الأمنية التي يقوم بها الحوثيون والتي يستفيد منها قوى الهيمنة والاستعمار في جلب مزيد من الأساطيل والسفن إلى المياه الدولية والتي يكون المتضرر منها الأمن القومي اليمني أعود إلى ضيفي في الستيديو الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية ورئيس شعبة الصحافة العسكرية بدار التوجيه المعنوي المقدم رشاد المخلافي يحييك من جديد يعني ما تقوم به الميليشيا الحوثية ومن خلفها إيران لا يأبهون للاخطار التي ستحدق بالأمن القومي اليمني وأمن الخليج والمنطقة ما الذي يجعلهم غير آبهين بذلك لأنه ضمن مشروعهم أصلا ضمن الاتفاقات المبرمة من تحت الطاولة كما قلت لك العداء الإيراني وأذرعها مع أمريكا وشعارات الرنانة التي تطلق خلال يعني أربعين عام وخلال تكوين هذه الميليشيا فيما بعد فوأرة القبين في إيران هذه واضحة الآن طلحت نحن نتحدث عن هذا منذ سنوات اليوم خلال تسعة وأربعين يوم من المعركة القومية من المعركة الحقيقة الوطنية من المقاومة الفلسطينية التي خاضها كتائب قرامة 52 يوم الذي خاضتها كتائب القسام خلال 52 يوم يعني أن المعركة لم يشهد لها مثيل في التاريخ لا الحرب العالمية الأولى ولا الحرب العالمية الثانية بما أنزل من قذائف نحن نتحدث عن قذائف وصلها وزنها إلى ألفين رطل يعني إلى طن وأكثر من طن على مدينة ومنطقة التي يجاوز 360 كم مربع ومزحومة بمئات الآلاف من السكان يعني أكثر منطقة مزحومة بالسكان المدنيين اليوم هذه المعركة عرت كثير من الحقيقة أولا عرت المحور الذي يطلق عليها المحور المقاومة وفضحته أمام البسطاء اليوم ما الذي قدمه بعد هذه المجازر كانت أكبر فرصة لو كان هناك عداء حقيقي وعداء يعني وجودي بين ما يسمى الأقلية الأذرع الشيعية الإيرانية الشيعية كانت هذه فرصة تاريخية للقضاء على إسرائيل بعد انهيار الجيش يعني هتان الأقليتان سأعود لك هتان الأقليتان ما يسمى الكيان الإسرائيلي والأقلية الشيعية ممثلة بإيران في المنطقة يعني عداء الأمة هؤلاء يتفقوا على نقاط كثيرة هدفهم تفكيك الأمة هدفهم ضرب الأمة الإسلامية العربية والإسلامية بالصميم هؤلاء أولا هدم عقيدتك هدم المجتمعات من الداخل بالتمايز الطائفي وخلق الصراعات هذا بشروع أيضا غربي لكن إيران جاءت نفذته بشكل أخطر من توقع الغرب لذلك هو مدعوم غربيا بشكل كبير مدعوم ماليا مدعوم سياسيا فقد يطلب البعض عندما تحدث الميليشيا الحوثي خلال منذ الانقلاب على الصنعاء وحتى هذه اللحظة تحظى بغطاء غطاء سياسي حقيقي غطاء أخلاقي من دول الغرب غطاء أخلاقي من الأمم المتحدة واضح لم يحصل كانت داعم الأساسي في السلاح هي إيران كيف كيف ماذا عن التصليحات الأمريكية المختلفة والمتعددة والمتكررة أكثر من المرة حول الشواغل الأمنية والشغب الإيراني تحدثها في البحر الأحمر يعني ما الذي يمكن اعتباره مؤشرات جادة من الولايات المتحدة ضد إيران لا شيء لا شيء إذا كانت الحلقة التسع سأعطيك حقائق والمشاهد الكريم ما الذي يحدث مثلا العراق دعنا نستهزني من نقطة وحدة غزو الكريت كانت كارثة وأصبتنا في الصميم كلنا يعني دمرتنا يعني لكن دعنا نتجاوز هذه النقطة لكن العراق عندما كان يعني يشكل خطر حقيقي على المصالح الأمريكية وعلى المصالح وعلى التهديد الإسرائيلي وعلى التهديد الوجودي الإيراني وكان يشكل حائط صلب أمام بوابة الشرقية للأمة العربية والإسلامية بعد ما يعني كيف تدعت الشعوب الغربية والأنظمة الغربية والجوش الغربي لضرب العراق مباشرة في عام 81 بعد إنشاء المفاعل النووي الإيراني فرنسا التي كانت هي ضمن شركاتها من إنشاءت هذا بطلب عراقي طبعا فأعطت كل الخرائط إسرائيل وأمريكا وإيران أشتركوا في ضرب هذا المفاعل في لحظاته ومسح عن حلوية الأرض وذهب فيه كثير من العلماء العراقين بضربة من الجو طيب عندما انتصر العراق على إيران خلال الحرب الإيرانية العراقية كان أكثر يعني المصدر الثاني للسلاح يمدد بالسلاح هي إسرائيل بعد الصين لإيران والخطة العراقية كان برغب العداء بعد ما يسمى الثورة الإيرانية بين أمريكا وهذه بتقارير غربية خارج التقارير الاستخباراتية كانت العراق تعطي قطة بأنها ستواجم في منطقة كذا يصل الخبر مباشرة إلى الإيرانيين عبر القبراء وعبر المقابرة الأمريكية فيتم إحباط هذا الهجوم وتعرضت العراق خلال السنوات الأولى لخصائر كبيرة حتى بما فيها خسرت الفاو وخسرت مناطق وكانت على خطفهم البصرة لكن عندما العراق بدأ دعنا أعود إلى البحر دعنا أعود لهذه النقطة عندما بدأ العراق أيضا يلعب على أمريكا ويتوها من خلال أنه سنهجم في منطقة كذا كذا ويحرق قوات كذا كذا بينما الهجوم الأساسي والفعلي في منطقة كذا كذا هذا بعيد الأمريكا عندما بدأ أيضا يتوها أمريكا في هذه الخططة العسكرية ويحكمها في منطقة سرية بدأ يحقق انتصارات واكتساح وعادة الألفاو وكانت واحدة من أعظم المعارك وانكسرت إيران لذلك اليوم عندما أتحدث عن البحر الأحمر ميليشيا الحوثي وإيران اليوم أصبحت موانئنا ميناء الحديدة ميناء الصليف ميناء الرأس موسيقى اليوم الامتداد البحري من ما بعد حرب من عبس حتى يعني التحيط هذه مساحة كبيرة اليوم تحت صرف الحرس الثولي الإيراني والحزب الله اليوم تحولت هذه المناطق إلى قواعد عسكرية بلظان غربي طبعا يا أخي هم يدرون بكل تفاصيل ويدركون ذلك ما كان الإيران أن تخطب على ذلك لو لا لو لا الضوء الأخضر الغربي نعم أنا أشتغل لك حاجة في السياسة الأمريكية وفي العقيدة العسكرية الأمريكية هي تقوم على شيئا السياسة الأمريكية على عقيدتها على خلق الصراعات على زأزعة أمن واستقرار البلاطق على إثارة الصراعات وتغذيتها لذلك بقاء ميليشيا الحوثي مهم جدا بالنسبة للأمريكيين ويحافظوا عليه وسأعود لك من خلال يعني اختفاق السلم والشراكة طبعا انطلاب غير شرعي على دولة شرعية الأنشطة التخريبية اسمح لي الأنشطة التخريبية لإيران خصوصا في البحر الأحمر وفي منطقة جنوب البحر الأحمر على وجه الخصوص يعني لم تكتفي إيران بدعم ذراعها في اليمن الميليشيا الحوثي صدنا نتحدث عن تنظيمات إرهابية أخرى نتحدث عن قراصنة كيف تتخادم وكيف إيران معها ولا كيف تمولهم وتدعمهم منذ البداية كما قلت لك إذا كان التهريب المخدرات تهريب الأسلحة هو يتم عبر هذه المجميع سواء كانت مجميع على فكرة إرهابية أو مجميع قراصنة عصابات القرصنة كما حصل في الصومال كما حصل في القرن الأفريقي هناك علاقة وثيقة بين الإيران بين الإيرانين الإيران تستخدم الحرس التوري الإيراني تستخدم المخابرات الإيرانية تستخدم المال أيضا لذلك لذلك كانت حتى معظم بداية التهريب بعد المعارك وعندما كان الجيش على طخم مناء الحديدة كان التهريب وكان الطيران يشتغل كان التهريب يمر عبر هذه المجامع من القرن الأفريقي بتهريب السلاح تهريب المخدرات تهريب البتاجرة أيضا بالسلاح كان ضمن الميليشيا الحوثي وهذه المجامع هناك علاقة وثيقة وهذا منذ سنوات لا أقول من بداية الحرب وإنما كان هناك علاقة لذلك كما قلت لك اليوم لعودة لإعطاء الشرعية لإسرائيل بوارجها الحربية لتجوب البحر الأحمر وتهمين على مضيق باب المندب إذن مقدم رشاد سنشرك معنا في نقاش الدكتور علي الذهاب الخبير في الشؤون الاستراتيجية العسكرية والأمنية مرحبا الدكتور علي كيف تقرأ ما تحدث عنه خبراء عسكريون أن الحوثي من خلال تصرفاته في المياه الإقليمية يريد إغلاق باب المندب باتفاق أمريكي إسرائيلي إيراني وبعض التحليلات تتحدث أن ذلك لاستهداف الأقبار بقناة السويس استهداف أمن اليمن والمنطقة وتحديدا دول الخليج كل شيء وارد في السياسة فليس هناك صدقات دائمة ولا عدوات دائمة ولكن هناك مصالح مشتركة ولكن لا أميل إلى هذا السيناريو في الوقت الراهن فيما يتعلق بالتحالف الثلاثي بين الولايات المتحدة وإيران والحوثيين لأن قد يكون قد يكون هناك استغلال لنقاط الضعف أو لمواقف ما بحيث تحقق إيران والحوثيين في إطار تحالف واضح بينهما نقاط قوة أو حضور بحري أو فرض أجندات سياسية أو أمنية أو ترتيبات عسكرية في المنطقة يتشارك فيها الحوثيون وإيران والولايات المتحدة في أمن البحر الأحمر أو خليج أدن في إطار التسوية السياسية الحالية ولكن أرى أنه لا يمكن تصور أن هناك تحالف ثلاثي وثيق في هذا في هذا الخصوص في الوقت الرهن التحالف الواضح الآن هو إيراني حوثي وهناك دعم مستمر من قبل إيران للحوثيين في الشأن البحري في العمليات التي نفذها الحوثيون على السفن التجارية وعلى السفن الحكومية التي كانت تعمل مع التحالف ولكن في كل الأحوال لا تزال المؤشرات في هذه اللحظة تقول بأن هناك استغلالا مباشر من قبل الولايات المتحدة لما يتوره الحوثيون من شواغ الأمنية وعدائيات تجاه صناعة النقل البحري وعلى وجه الخصوص حركة تدفق السلاح وسلاسل الإمداد في البحر الأحمر لكن حتى اللحظة الرهنة أنا أتصور أنه ليس هناك تحالف ثلاثي هناك استغلال متبادل هناك تساهل من قبل الولايات المتحدة والحلفاء نتيجة للعملية السياسية التي تدعمها الأطراف التي تمثل جانب الحكومة الشرعية أو التي تحاول أن تظهر نفسها بأنها محبا للسلام حتى الآن نقول أنه ليس هناك تحالف ثلاثي ولكن تحالف واضح ثنائي بين الحكومة نعم برأيك الدكتور علي كخبير في شؤون الاستراتيجية العسكرية والأمنية كيف يمكن وضح حد لهذا العبث الإيراني الذي تمانسه إيران وميليشياتها وأذرعها من أنشطة تخريبية في المياه في المياه اليمنية والمياه الإقليمية الدولية خصوصا في البحر الأحمر التدابير التي ينبغي أن تتخذ للحد من التدخل الإيراني في البحر الأحمر وفي خليج عدن بمشاركة الحوثيين هو أن تعزز قدرات القوات البحرية وقوة خطر السواحل في الحكومة اليمنية هذه مسألة تحتاج كثير من الدراسات لتقدير موقف هذه القوات وحاجيتها ونقاط القوة والضعف فيها والفرص المتاحة والتحديات التي تواجه عمليات إعادة البناء أو التدريب أو تعزز القدرات أو تلادل معلومات مع أطراف أو شركاء إقليمين ولكن في كل الأحوال المسؤولية الأولى تجاه إعادة بناء هذه القوات لحماية البحر الإقليمي اليمني أو مضيق باب المندب أو الجزر الواقع فيه وقمع التهديدات التقليدية وغير التقليدية هي يفترض أنها منغوطة بالحكومة اليمنية إذا كان هناك من دور للشركاء الإقليميين أو للداعمين الدوليين فأتصور أنه في المجلة التي أشارنا إليها ولكن أيضا هناك دور دولي وهو الدور الطاغي لهذه الأدوار بمعنى أن هناك قوة دولية الفرقة العمل المشترك البحرية 153 وهناك أيضا صياغ مختلفة للتعاون في مجال القمع التهديدات غير التقليدية مثل القرصنة والاحتجار غير المشروع بالأسلحة والمقدرات والبشر وقضايا الإرهاب وهذه الصياغ منها اتفاق جدة لعام 2017 أو مدونة جدة لعام 2017 وهي امتداد لمدونة سلوك جيبوتي 2009 التي كانت هنا بالقرصنة وأيضا هناك تحالف أمني لدول البحر الأحمر العربية والأفريقية الذي اعلن عنه في الرياض ولكن يبدو أنه لا يزال متعترا نتيجة لطغيان أو لهيمنة الغرب على أمنيا على هذه المنطقة لا سيما أن البلاد المتحدة وبريطانيا أنشأت فرقة العمل المشتركة البحرية 153 وضمت إليها شركة إقليميين مثل مصر والسعودية نفسها وأيضا الأردن وهناك مشاركة طفيفة لليمن في إطار بحرها الإقليمية التدابير التي يجب أن يكون هناك تعاون دولي وإقليمي في هذه المجالات ولا أتصور أنه قد يكون هذا التعاون مثمرا لأن هناك مصالح متعارضة على مستوى الدول الحاضرة فيما بينها البين وعلى مستوى هذه الدول مع أطراف دولية لا تزال تحاول عودة إلى هذه المنطقة ومن ذلك روسيا التي تحاول العودة بشكل أكبر وتحيم الده في هذه المنطقة وهو صراع أقطاب معروف أيضا تداعيات حرب الإسرائيل على غزة سيكون لها تأثير على الحفاظ على حفظ البحر الأحمر بأنه بحيرة أو وسط مائي عربي إلا أن ذلك يبدو أنه وخلال فترة طويلة لم يتحقق وأعتقد أنه في الوضع الرهن ازداد هذه المسألة سوءا وباتت مسألة حماية الأمن البحري والجنوب البحر الأحمر على وجه الخصوص مضيق باب المند بمسألة معقدة شكرا جزيلا للدكتور علي الذاب الخبير في الشؤون أو الباحث في الشؤون الاستراتيجية العسكرية والأمنية وعود إلى ضيفنا المقدم رشاد المخلافي نتحدث عن التواطئ استمرار التواطئ المجتمع الدولي مع إيران ليس فيما يتعلق بالانشطاء التخريبية في البحر الأحمر فقط يعني بل بكل ما يتواطئ بكل ما تقوم به إيران من استهداف للتجارة الدولية تهديد الملاحة الدولية استهداف أمن اليمن وأمن الخليج كما قلت لك هذه عقيدة السياسة الخارجية الأمريكية زر عن استمرار لأن سياسة أمريكا هي شركات مصالح لا يمكن أن تستمر ومصالح سلاح تجار سلاح لا يمكن أن تسوق تجارتها في بيئة الصراع خلق بيئة الصراع هذه مهمة أمريكية لذلك بقاء الحوثي عندما قلت لك كيف ستسأل الآخرين كيف حافظ الغرب سأقول لهم عندما دخل صنعة وبدأت كان المدوبة الأممي في بن عمر في صعدة ثم أخرج بما يسمى اتفاق السلم والشركة وهي كانت مسيطرة على كل شيء عسكريا وأمنيا قفضت على صنعها في تلك الفترة مع حليفها السابق كذلك عندما كان الجيش على وانا قلته هذا في 2019 و2018 أنا كنت أدرك واستمعت كثير من قيادات عليا وبعضهم استشهد أن تحدث عن قيادات كبيرة يعني في على تخل صنعاء كانت أصوات المدافع من المنارة والقطاب والفينهم تسمع وكنا على بعد مسافة بسيطة يعني من نقيل الغولاء وأيضا من مركز مديرية نهم وكانت الحتارش والمطار تسمع أصوات المدافع في داخل صنعاء تسمع أصوات الاشتباكات والمدافع الثقيلة بين الجيش الوطني والميليشيا الحوثية طبعا لا يمكن كان الآخرين يفكر لماذا لا تقصفوا صنعاء لا يمكن لأن المطار مثلا لا يمكن خوفا على المجتمع لأن أنت جيش دولة ويعني كل ممارساتك قانونية بعقلية الدولة بكل شيء لكن ميليشيات لا يهم هذا أعود وهناك وضعت خطوط حمراء لأنه سيحصل كوارث وهناك يعني ستسفك دماء كثيرة كان الغرب يضع خطوط حمراء حتى أن السفير الأمريكي هدد بعدم التوغل في عمق صنعاء عندما كان الجيش أيضا على مسافة أربعة كيلو من ميناء الحديدة كان رئيس وزراء البريطاني السابق في 2018 أدت بضرب القوات لو استمرت في التوغل وكانت الحديدة وموانئ ثلاث عقاب قوسين أو أدى من التحرير لماذا؟ للحفاظ على ميليشيا الحوثي للحفاظ أيضا لأن هناك مصالح إيرانية غربية لو ربطنا مثلا المصالح الأمريكية والغربية مع دول القليل بتريليونات بصالح هم الاقتصادية لماذا إذن احتشدوا لماذا؟ أنا سأضع السؤال هذا وإجيب عليك لماذا تخدقوا مع ميليشيا الحوثي وحتى أن الأمريكا اسمعني وبأسسات أمريكية قالت يجب أن لن نصدر السلاح ولا نبيع السلاح للسعودية حق وهم يدركون خطورة هذه الميليشيا وأذرعها وخطورة التمدد الإيراني والاستعماري في المنطقة وبرغم أن مصالحهم مع الطرف الآخر بالتريليونات ويدعون بأنه شريك وهي ليست شراكة إيران تستخدم كل الطرفين يعني إيران لا يوجد صديق شريك أو حليف حقيقي وإنما كل كل يعمل لصالح أمريكا وهذه شركات شركات تجارية شركات صناعة الأسلحة شركات صناعة كل ما يتعلق بالجيوش يجب أن تسوق بضاعتها القضاء على ميليشيا الحوثي معناته البلد المنطقة كلها ستزير إلى مرحلة الاستقرار والقضاء على أدو إيران بالذات أنا أتكلم اليوم عن ميليشيا الحوثي وضع يعني هدد وتحرك إلى عمان وتحرك إلى الرياض والدول الخليج الرئيس وزراء بريطانيا وتصريحات أيضا أعيس محلي وتصريحات يعني المسؤول الاتحاد الأوروبي أيضا في دول الخليج كانت تصريحات حوثية بحتة يعني في أقل من دقيقة يعني ما الذي من شأنه أن يضع حدا لهذا العبث الإيراني في المياه الأقليمية اليمنية وفي المياه الأقليمية الدولية وما يتعلق بالسهدافة الملاحة البحرية والأمن القوم العربي طبعا عندما تحدثت عن كذبات ما يسمى مشروع المقاومة كيف توجه إلى المنطقة العربية والخسائر العربية في هذا المجال طبعا عندما تحدث هناك دمار هائل في المدن السورية من ضمنها حمص إلى الزبداني والغوطة وجبر وعلب ورف دمشق قد تمرت تماما هذا ما أنتجوا المحور الإيراني طبعا عدد القتلى أكثر من مليون مواطن سوري عدد المختطفين المعتقلين أكثر من ستمائة ألف سوري بعضهم لا يعلم مصيرهم حتى الآن منذ 2011 طبعا أكثر من مائتين ألف عقا مستديمة في سوريا مليون بعد يعني هناك أيضا في العراق أيضا في سوريا أكثر من 12 مليون مهجر داخليا وخارجيا 6 مليون فقط في تركيا هذا ما أنتجوا المشروع على المحور المقاومة في العراق مليون شهيد دمار هائل في المدن فوضى عارمة الآن لا دولة أكثر من 20 سنة منذ هيمنة على العراق إيران منذ أن هيمنة إيران على العراق نهب أكثر من 450 مليار دولار هذا من عام 2015 بمستعشر بتقارير موثقة دولية وتقارير عراقية هذه كلها ذهبت إلى إيران ملايين المهجرين تغيير ديمغرافي في المدن نهب آثار العراق في اليمن أكثر من نصف مليون قتيل طبعا 80% منهم من من جندهم من الإشياء الحوثي للأسف وكثير منهم أطفال عشرة الآلاف ععاقات تدمير البنى التحتية كل مقدرات الدولة وصلت على الأموال الخاصة والأموال الخاصة أكثر من يعني كل هذا العبث الإيراني سواء في المياه الإقليمية سواء في قتل المواطنين في السداء في المدن في أقل من ثلاثين ثانية من الذي سيضع حدا له الحسما العسكري على الدولة وعلى بقية التشكيلات العسكرية إذا كان هناك جدية الحسما العسكري أنا أدعي من خلال منبركم هذا على جميع التشكيلات العسكرية خارج إطار وزارة الدفاع وخارج إطار وزارة الداخلية أن تنخرط فورا في إطار في إطار الدولة في إطار مؤسستين ورسميتين لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية اليوم المعركة معركة حاسمية ومعركة وجودية تستهدف الجميع العرب أنا أتكلم بالنسبة للداخل بالنسبة للعرب اليوم لا مجال للخروج من هذا المستنقع ومن هذه المعمع ومن هذه الفوضى العارمة التي باتت تستهدف الأمن القومي العربي في الصميم للقليق والقزيرة وقليق العربي إلا بدأ دول العربية اليوم أن تدريك خطورة هذا الموضوع أصبح اليوم هناك تهديد وجودي للأمن القومي والوجودي للعربي في الجزيرة والقليق العربي والمنطقة العربية برمتها على يوم دعم الحكومة الشرعية على يوم دعم الدولة الشرعية لاستعادة العاصمة الصناعة وبص نفوذها على كامل تراب الأرض اليوم أشكرك جزيرة شكرا المقدم رشاد المخلافي رئيس شعبات الصحافة العسكرية بدألة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني شكرا لكم مشاهدين الكلام انتهت هذه الحلقة من حديث العاشرة نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة